تجمع في أعمالها فنون عدة لتكون هوية إنتاجها الفني وتسير بخطة واثقة نحو مستقبل رسمت ملامحه مختصرة المسافات والزمن فهي تدرك إلى أين تريد أن تصل الشعب لارا موسى مصممة الأزياء التي تحمل بصمة جمالية خاصة هي ضيفتنا بفقرتنا الحوارية الأخيرة لليوم يصعد صباحك لارا ورمضان كريم وصباحك رمضان كريم علينا وعليكم يا هلا بيكي لارا بداية نتعرف عنك أكثر نتعرفين عن حالك وكيف وصلتي بطريقك لتصميم الأزياء أول شي بحب أشكركم وأشكر أصدافتكم يا هلا بيكي اسمي لارا موسى من اللاتقية بدرست عمارة داخلية ومصممة أزياء عمارة داخلية سنة ثالثة سنة ثالثة كيف وصلتي لتصميم الأزياء؟ كيف كانت البداية بهيدا المجوعة الخبضية؟ هلا هي من صغري وأنا بحب تصميم الأزياء يعني كثير يعني أنتي مرافقك هذا الموضوع كنت تحبي ترسمي مثلا أو تتابعي هيك قصاص لحتى أنتي وصلت لها بمارا مثلا كنت كثير شوفت غنات مسايا وكثير تابعة وحبها كنت أعمل لألعابي مثلا لباس غير لباس حب الخراس حب القماش الملون كثير كنت حب هاي الأمور شوي شوي طوريت بعد التاسعة أنا درست في نون نسوية حبيتها كثير لأنه هي كثير بتشبهني فبتشبه طموحي أكتر تعلمت فيها خياطة وكرشة وتصميم وتطريص كل شيء كان الأسعادس كثير حلوين وحبابين خلال سنتين ثلاثة الأولى على المدرسة بالباكالوريا ثلاثة الأولى على مستوى القطر برافو وقابلت السيدة الأولى حلو كان كثير شعور حلو ويعني شيء كثير حلو بالنسبة إلي وحياتي شجعتني كثير هي صار عندك نقلة نوعية بهيدا الموضوع يمكن أنت تطورتي حالك أكتر قدرت أنت تبدعي أكتر يمكن كان عندك مشاركات كثيرة تصاميم قدمتيا كيف كانت الأجواء يعني لما تدخلي أنت وتصاميمك عم تطلع على البوديوم لارا خبرين عن هيدا الشيء هلأ هو غير تبطور وصح أنه شوي كنت مثلا تلبك أول مرة أو هيك بس كثير كان شعور حلو أنه شيء إحساس عم يطلع عم بيشوف العالم أنه زوقي أنا كثير كان شيء حلو مميز تمام عم نتابع نحن هلأ بعض من تصاميمك اللي هي أنت مستوحات من العمارة الداخلية اللي هي دراستك شو الشيء اللي جامع بين الاتنين يعني بين تصميم الأزياء وبين العمارة تصميم الأزياء وبين العمارة هلأتنين عتم فن حلو اللي بحب بالفن أنه بيعتمدوا على أفكار مميزة على أفكار جديدة العمارة بحاجة أفكار جديدة وكمان التصميم بحاجة لأفكار جديدة أنا مثلا بشوف مجلس أنه مبنى أو منظر أو أي شيء فدائم فورا بتخيلوا أنه رح يطلع معي كتصميم حلو أي شيء بشوفه بالواقع بتخيلوا تصميم طبعا لا شعوريا يعني بيطلع الفكرة تمام هلأ خلينا نحكي عن هيدا التصميم يعني خبرين عنه أكتر كيف إجت الفكرة كيف نفستيه هلأ هو موجود هيك مجسم يعني لسا ما شفنا شيء عرض الواقع لسا أولا لسا هدونا مجرد نوع أفكار أفكار خبرين عنه لهذا التصميم هذا التصميم مستوحات من المبنى يعني هو أنا بحب البساطة بكل شيء فما كتير حاولت عجق فيه أو كتر المعالم طبعا بالمبنى في معالم أكتر من هيك بس يعني أخذت شيء بسيط الشكل الأساسي حوارته بطريقة هادية أو نامي الألوان كمان الألوان نفسها مثل ما تحبي مثل ما بيكون المبنى أنه تكون ألوان للتصميم أيوه تماما أحبت أنطبق هذا الشيء حتى ينقل الفكرة بطريقة أوضحة خبرين عنها هيدا من شركة ديور حبيت أنه هو كمان بالشغلي أنه إحساس بيطلع فاك صعب شوي أشرح عنه إنما هو يمكن أنت حاولت تجسدي هيك لحبت بييني إحساسك أكتر يمكن هاد التصميم كمان هاد التصميم من مبنى شوي غريب ها ها حبيت يعني المبدأ يعني كأنه كفكرة بس كتير بحب الدوائر بحب هيد القصاص فحبيت جسده بتصميم ها ها وتصميم يعني حلو كمان وهاد التصميم هاد التصميم أنا بحب هو كتجسيدة فكرة يعني شوي غيرت فيها ما بحب فكرة تنطبق نفسها غريب كمان نشوف تصميم الأخير يمكن معنا هاد أولو لسه فيه ها من الهندس زيادة أكثر صعب أشرح الأفكار يعني هلأ بين التصميم وبين العمارة يعني أين بيوفر لإلك فضاء أوسع أنت لتعبري عن حالك؟ أكيد التصميم وأحياناً بجمع بين الاثنين بس التصميم هو موهبي وهواي فميل إلي أكثر حلو هلأ نلاحظ يعني من خلال التصميم اللي تابعناها أنه في جرأة بطرح التصميم تلاقي هذا الموضوع عم بيكون في قبول من الحواليك يعني شو شو أراؤون لما بيشوفوا تصاميم لارا؟ بصراحة الكل كتير بيحب كتير بيحب الشي اللي بعملوا دائماً بيشجعون يعني الحواليه دائماً بيحبوا الأفكار صح أحياناً تكون الأفكار كتير غريبة بس دائماً عم بيحبوه أنتي بتتابعي مثلاً يعني إذا بنا نحكي عن كيف أنتي عم تستوحي هذه التصاميم من العمارة يعني أنتي بتتابعي أشياء ممكن أو بتحكمي على هذا الموضوع كيف إمكانية تنفيذه على أرض الواقع؟ أكيد يعني هلا أي تصميم بعمله دائماً قبل ما أرسمه بفكر أنا أنه لما بدي نفسه كيف رح يكون دائماً فيه شغلات مثلاً تتعلق بالعمارة شوي تنفيذه بيكون بده تفكير أكتر من أنه يعني أي اللي بتصميم تاني فالعمارة شوي بده مواد أكتر خامات أكتر تفكير أكتر بالطريقة يعني كيف تمام، توصلت إلى قرار بالتخصص بمجال تصميم الأزياء أو لسه عم بتفكير يكونوا هلا لسه دراسة هلا والموضوع فينا نعتبره إلى حد ما شوي موهبة يمكن لسه ما في تخصص هلا هو تخصص شوي شوي فيك تقولي ناطرا خلص دراسة وأكيد رح وسع شغل أكتر خبرتك بالهندسة أو خلينا نقول دراستك بهيدا المجال يعني عم بيساعدك على تشكيل التصاميم اللي عم نتابعه؟ أكيد فأنا يعني دراستي بتجمع الشي فهي بتعتبر الدراسة والتصميم على نفس مبدأ الفكرة على نفس الهداف يعني كثير بحس أنه نفس الروح تقريبا فيك تعتبر تمام، في ربط ديناتهم يمكن إلى حد ما يعني هلا التصاميم اللي عم نتابعه كما شفنا هم مجموعة صغيرة خلين قول من أشياء كثيرة أنت عاملتها أكيد إنما بتعتبر أنه تصاميمك عملية مريحة أو في منه معقد يمكن بده شغل كثير بتلاقي إنه شوي ممكن ممكن مالك اللي يتقبله أو يستوعب لهذه الفكرة اللي انتي تعرحت يا من خلال التصميم إيه صحة، في ناس في يعني ألبسة بتكون مريحة في تصاميم بتكون مريحة وعملية وخرج الواحد يعني فين يلبسها بالأحوال العادي وكمان في تصاميم صعبة بده جرأة بده تفكير كثير بالتنفيذ وكمان بده تفكير بأنه بده جرأة للبس أنت مع الجرأة باختيار التصاميم؟ أكيد هي الجرأة بتعتبر شيء من التمييز أي فستان أو تصميم هو أنه أي تصميم جريء يمكن هو بيمر بمراحل خلينا نقول من لما بيكون فكرة لحتى نشوفه تجسد قدامنا بمجسم كامل بتصميم كامل في مراحل يمرق فيها أنت عندك لارا؟ خلاص أنت بس حطيت ببالك هذه القصة فورا ترسمي على الوراء وبتنفذي؟ لا أكيد في مراحل مثلا بشوف منظر ما ضروري أنه يكون بناء أو عمارة أو شيء أنا إذا مثلا بشوف منظر طبيعي عادي فورا بتخيل الفستان اللي شعوريا بتخيل تصميم كيف رح يكون حتى يمكنه بيكون في ربط بالألوان يعني ممكن تختاري أنت لون من شيء معين كمان أنت شفتي أو حاجة أحيانا أنه بتجيني فكرة من أي شيء بسيط ما ضروري يكون بناء أو طبيعة احتمال أنه يمكن من بيت شعري يجيني فكرة حلوة حاليا ذكرنا أنه حضرتك عم تدرسي بمجال العمارة الداخلية حابة تكملي بهذا المجال شو تموحاتك بدراستك هلا بحب كمل فيه أكيد يعني بس أنه على الخفيف ما كتير بحب أتعمق فيه لأنه عندي طموح أني بتصميم الأزياء أكتر من العمارة حاطة بالك أنه خلاص أنا لارا بدي صير مصميمة الأزياء إن شاء الله مشهورة يا رب بعد النجاح اللي حققتي يا لارا يمكن أنه من الأصداء اللي شفتي من خلال مشاركاتك يعني تعتبر أنه الموهبة هي اللي قادتك لهذا الطريق أو أنه في عوامل تانية كمان بالإضافة للموهبة لا أكيد الموهبة والشغف وحب التصميم هو اللي قادني لهذا النجاح وإن شاء الله بيقودني لنجاح أكبر منهك أكيد يعني خبرين عن أهدافك المستقبلية طموحاتك أحلامك أمالك فيه تصاميم هلا جديدة حاطية أنت قيد التنفيذ أو يمكن لساتا عبارة عن فكرة ممكن تتنفذ مستقبلاً ومستقبل قريب هلا أكيد فيه هلا أول شيء طموحاتي أني بتمنى أنه رح يتخرج أول وبعدها أبلش بالتصميم إن شاء الله رح أفتح دار أزياء بس أتخرج وإن شاء الله رح يكون الشغل أوسع وعروض أزياء فيه أفكار كثير عندي هلا بس كل عدن مجرد أفكار حالياً بسبب وقت الضيق كونه دراسي كان وفيه أشياء تانية تماماً فأحاول يعني نستق شيء بسيط بين العمارة والتصميم لارة أنت بتابعي لمصممين عالميين أو بتابعي آخر صيحات الموضة كيف عم بتكون كل فصل كل سنة مين لمين بتتابعي أكتر شيء؟ أكتر شيء بحب اللي يستعبو زهير امراد زهير امراد بيستوحى نفس الفكرة عنده كثير هالميزة بحب كمان منع العجار يعني أنه ممكن تأخذي أفكار منهم أنت تعدلي عليا ويطلع شيء جديد معك أكيد يعني فيه كثير بشوف أفكار كثير بحب النماط معينة بحب الشيء الغريب والمميز ودائماً بحاول أخلق شيء من إحساسي تمام أكيد لارا نحن بالخطام بدنا نتمنى لك كل التوفيق وأكيد تلاقي حالك بالمطرح لانت بدك يا وتحقيقي النجاح وخليني بس نوه أنه حتى انت يمكن بتصممي لحالك وبتلبسي لحالك فهيدي البلوز اللعبستي انتهي من تصميمك لارا أكيد كتير بدي أتشكر وجودك معنا لليوم رمضان كريم لكن كمان بتشكر كتير وجود مستضافتكنا يا هلا بيكي لارا مشاهدينا نحن أكيد بخطام مشوارنا الصباحي لليوم رح نكون بالفقرة الأخيرة فقرة أوى بد قلعة مصياف مع زميلتنا جواهر مرعي أكيد وريد اتمنى لكم بقية نهار ممتع وحلو وبالخطام أكيد نقل لكم رمضان كريم نعاد عليكم بالخير ونلقاكم بكرة بنفس الموعد ومشوار صباح جديد